السلام عليكم اهلا بكم في قناة هاشتاج هتكلم النهاردة عن موضوع ازاي تقدر تضيف رقم الموبايل او رقم المحمول او رقم التليفون على بطاقة التموين او التومين الحسب النقطة بتاعها ان شاء الله الموضوع سهل هنتعرف مع بعض ازاي نقدر نضيف رقم التليفون من خلال الموبايل قبل مبدأ الفيديو متنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة ولسه ما اشتركتش واتفعل الدرس علشان كل الفيديوهاد الجيدة بنزله على القناة توصلك اول باول هنبدأ مع بعض الفيديو اول حاجة لازم نسأل نفسينا سؤال مين المطلوب منه ان هو يضيف رقم الموبايل على بطاقة التومين اي حد طبعا استلم الرسالة دي المعروضة قدامكم الرسالة دي طبعا بتطلع لك من المكنة الموجودة عند تاجر التومين سواء التاجر ده كان فرنة العيش اللي انت بتجيب منها ايش او التاجر اللي انت بتجيب منه السلع بتاعت التومين المفروض طبعا بيسلمك ورقة لما بتيجي تشتري منه الورقة دي طبعا لو ظهرت لك فيها الرسالة الموجودة من تحت دي هنقرها مع بعض بيرجاء تسجيل رقم تليفون مسجل باسم رب الاسرة خلال اسبوعين حتى لا يتم اقاف البطاقة لو الرسالة دي ظهرت لك طبعا فرسيد من تحت يبقى انت كده لازم تضيف رقم تليفون على البطاقة هنتعرف مع بعض النهاردة ازاي تضيف رقم تليفون على البطاقة والموضوع ده طبعا متاح لغاية يوم تلاتين ستة هتفتح الموبايل بتاعك هتلاقي في شريط في النص اخره طبعا حرف جي بنضغط عليه هو طبعا من خلاله بنكتب اللينك بتاع الدخول هسيب لك اللينك طبعا اسفل الفيديو في الوصف او لو الشريط ده ما كانش موجود عندك بنقدر نجيبه من جوه بنجيبه من جوه ازاي بنختار العلامة بتاعة جوجل اللي هي عليها الدايرة دي دلوقتي وبنكتب طبعا في العنوان من فوق www.tamuin اللي هو www.tamuin.com.eg com.eg ده الموقع اللي احنا بندخل عليه هسيب لك رابط الموقع ده اسفل الفيديو في الوصف او ما تضغط على الوصف هتلاقي طبعا اللينك ده موجود هتضغط عليه هيدخلك على الصفحة اللي احنا هندخل عليها دلوقتي على طول بتضغط على دعم مصر تستنى طبعا شوية لان الموقع طبعا تقيل جدا فبياخد معك وقت تستنى لغاية لما يحمل معك ده حق كده هحمل معنا الموقع بنضغط طبعا على طلت نقط الناحية الشمال اللي تحت البدج بتاع وزارة التموين والتجارة الخارجية بنضغط على حاجة اسمها تسجيل رقم المحمول اول ما نضغط على تسجيل رقم المحمول هيتفتلحن طبعا خانة تاني مطلوب مننا ان احنا ندخل رقم البطاقة بتاعت التموين رقم بطاقة التموين هتلاقيه طبعا موجود في الخانة دي زي ما انتو شايفين كده قدامكم بندخل رقم البطاقة هنا وبعد ما منخلص رقم البطاقة اللي هو طبعا اتناشر رقم بنضغط على التالي بعد ما نضغط على التالي هيطلب مننا ندخل رقم تليفون محمول لازم رقم التليفون المحمول اللي احنا هندخله يبقى مسجل في الشركة في الشركة بتاعت المحمول باسم صاحب البطاقة اللي هو رب الاسرة يعني لازم يبقى مسجل باسمه او ما ضغطنا على التالي طبعا اسمه رب الاسرة موجود هنا ظاهر قدامنا بندخل هنا رقم التليفون المحمول بعد ما بدخل رقم التليفون المحمول بنضغط على تسجيل رقم المحمول بننتظر لغاية لما يحمل طبعا الموقع بيبقى تيل جدا فحنا معلش في كل خطوة بنستنى تظهر لنا طبعا الرسالة دي اللي هو تم قبول المحمول خلاص يبقى كده المحمول بتاعك اي رقم الموبايل اللي اتقابل بنضغط على الحسنا بيرجعنا تاني على الصفحة الرئيسية كده احنا طبعا ضفنا رقم التليفون المحمول موضوع طبعا سهل وبسيط جدا مش محتاج منك انت تروح مكتب التومين وتضيع وقتك في الزحمة فالموضوع سهل ان شاء الله كده انصلت معك منهاية الفيديو متى صاش تعمل لايك للفيديو وتشاركو وتشتري في القناة لو سا ما اشتركتش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا